طيب من الأمور المهمة جدا اللي بنشتغل عليها في برنامج التريند ومن خلال متابعاتنا للسوشيال ميديا التواصل مع المسؤولين أو الإعلاميين في كل أرجاء القرى الإفريقية أو في جميع أنحاء العالم بعد العودة من المغرب أكيد خلال الفترة اللي جاي تركزنا كله على دور أبطال إفريقيا وفي الفترة الأخيرة كان في حدث مهم جدا انضمام اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق وفاق ستيف الجزائري ولاعب منتخب الجزائر للمحليين واللي شارك فيه كأس الأم الإفريقية اللي نظمتها الجزائر في الفترة الأخيرة بطولة الشان وظهر فيها القندوسي والمنتخب الجزائري بشكل رائع جدا ولكن ضربات الترجيح يعني ما كانتش صعيدة الحظ مع الجزائر وكالعادة كانت صعيدة الحظ مع المنتخب السنغالي اللي فاز برقلات الترجيح لذلك فازيل فقرة معنا في تريند اونلاين عبر السكايب الإعلامي الجزائري والصحف الجزائري في الوطن القطرية الزميل الأستاذ وحيد بوسيوف عشان نتكلم معاه على صفقة أحمد القندوسي نتكلم معاه عن العلاقات الطيبة ما بين الأهلي ووفاق ستيف الجزائري وكمان نتكلم على دور أبطال إفريقيا ودور السوبر وجميع الملفات اللي بالتأكيد مفتوحة في جميع الاتجاهات مع الإعلام في تحديدا في دول الشمال الأفريقي أستاذ وحيد مساء الخير على حضرتك أستاذ محمد مرحبا بك مرحبا بمتابعي قناة الأهلي وجمهور الأهلي أحبيت أنا مش أشكرهم لكن أحييرهم على وقوفهم الكبير مع الفريق خلال الفترة الأخيرة الله يخليك أولا نحن صعدت بوجودك معنا لأنك من الإعلاميين الجزائريين اللي لهم أراء إيجابية وامتبعينك بشكل دائم من خلال السوشيال ميديا لكن أعيز أعرف في البداية كيف يترقب الإعلام الجزائري انطلاقة أحمد القندوسي مع الآلي خلال الفترة اللي جاية في ظل قيد اللاعب في القائمة الإفريقية وبالتأكيد هيكون فيه اهتمام ومتابعة مع استيناف الأهلي لمباريات دوري أبطال إفريقية صراحة بنسبة لنا نرى قندوسي مشروع كبير للكرة الجزائرية فقط بالنسبة للفريق المحليين لكن حتى للمنتخب الأول كما شاهدنا قندوسي في الموسم الماضي مع وفاق ستيف قدم مباريات رائعة جدا وكان من بين أفضل اللاعبين في دوري الجزائري القندوسي يمتلك إمكانيات كبيرة حتى خروجه كنا ننتظر أنه يخرج الموسم الماضي من الدوري الجزائري بسبب بعض المشاكل التي تحدث في فريق وفاق ستيف الأزمة المالية يعاني منها حتى الرئيس النادي تكلم عن تلك الأزمة قندوسي صراحة موهبة كبيرة أعتقد لما يكون في نادي كبير مثل الأهلي بإمكان الأهلي أن يطور من المسويات هذا اللاعب يكون جاهزا حتى للانضمام إلى المنتخب الأول كما نعلم أن المنتخب الجزائري خلال الفترة الأخيرة يبر بفترة فراغ خاصة بعد الإقصاء المواكر في كأس الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون وبعدها فشل في الوصول إلى كأس العالم قطر 2022 وهناك حديث عن وجود أزمة على مستوى الخط الوسط الميدان خاصة على مستوى الارتكاز لهذا أنا أعتقد أنه انتلاقة قوية لهذا اللاعب مع فريق الأهلي أعتقد أنه بالماضي سيفرض عليه المستوى الذي يقدمه القندوسي لانضمام إلى الفريق الأول أحمد القندوسي من اللاعبة اللي تقال عليها لعب جوكر بيلعب في مراكز مختلفة وأنا كنت شفت ليك يا تويتا من خلال متابعتك لانتقال اللاعب ومن خلال كمان متابعتك وشغلك في صحيفة الوطن القطرية مراكز اللاعب ولعب جوكر بيلعب في أكثر من مركز وتعلق في كل المراكز اللي يلاعب فيها كمان يا أستاذ وحيد بالفعل هذه ميزة غير متوفرة كثيرا في كثير من اللاعبين كما نشاهد الأهلي خلال هذا الموسم وإلى الموسم الماضي يعاني كثيرا من أزمة عدم وجود لاعب يلعب مثل هذه الأدوار أظن أن الأهلي حتى المدرب كما نرى صفقة الانتقال إلى الأهلي لم تكن عن طريق الجهاز الإداءة طريق الرئيس النادي أو من محبية للفريق لكن المدرب أصر عليه بعد أن شاهد المستويات التي قدمها مع الفريق وفاقستي أمام الأهلي المدرب عاد مشاهدة مبارتي الأهلي مع وفاقستي يتأكد أن هذا اللاعب لديه ميزة غير متوفرة لحد الآن في نادي الأهلي أظن أنه سوف يحل كثيرا من أزمات في نادي الأهلي على مستوى وسط الميدان يجب فقط أن يمتلك الثقة هذا اللاعب شاب صغير من العمر ممكن هذا الموسم افتقد لبعض الثقة بسبب كما قلت الأزمة المالية مر بها فريق وفاقستي مشاكل كثيرة على المستوى الفريق وهذا ما جعله يبنو بفترة فراغ بشكل كبير وحتى على المستوى المنتخب المحليين بداية لم تكن جيدا للعلم فقط لكن في المباراة النهاية أمام سينغال صدقني أستاذ محمد قندوسي كان من بين أفضل اللاعبين في المنتخب الجزائر أمام السينغال لعب مباراة كبيرة جدا كان أفضل لاعب بالنسبة لي في المباراة السينغال التي كان المنتخب الجزائر خارج يعني لم يقدم المستوى الذي كان يقدمه في الدور النهاية أو في الدور الأول العكس في النهاية كان خارج الإطار لكن قندوسي العكس وكان أفضل لاعب في المباراة لاعب صراحة كما قلت يلعب ثلاث أدوار ممكن يلعب ثلاث أدوار في مركز خط الوسط وهذا سوف يساعد أي فريق ليس فقط الأهلي أي فريق يلعب في صفوفه سوف ينجح في تقديم الإضافة له لكن أنا أؤكد أنه في البداية كنت الكثير يتحدث عن قدرته للعب في أحد الدوريات الأوروبية سواء الفرنسي أو البلجيكي لكن أنه دائما كنت أقول اللاعب المحلي إذا خارج مباشرة للدور الفرنسي أو الدور البلجيكي سوف يجد صعوبات كبيرة العكس أنه بالنسبة لي أراه في نادي الأهلي أفضل أكيد طيب انتقال القندوسي أكيد يمكن عمل ردود فعال إيجابية في العلاقات ما بين الأندية سواء نادي الأهلي أو نادي وفاق ستيف وممكن ده كان لي ردود فعال إيجابية منكم حتى كإعلام بعد هذا الانتقال وحديث الطيب ما بين الكابتن محمود الخطيب وتغذيره كمان والعلاقة اللي فيها يعني توقامة وعلاقات حب وود بشكل كبير جدا مع السيد عبد الحكيمة سرار رئيس نادي وفاق ستيف الجزائري وأحد أبرز العلامات المضيئة في الكرة الجزائرية وصاحب الفوز مع المنتخب الجزائري بأمم أفريقي عام 90 بالضبط أولا السرقة هي نتاج توأمة بين الفريقين التي أمضىها حكيم سرار مع محمود الخطيب خلال السنة الماضية عندما زار سرار قلعة النادي الحمراء حينها أمضى على اتفاق توأمة أو بين الفريقين وهذا النتاج ظهر من خلال سرقة القندوسي أظن أن القندوسي وبعيدا عن أن الرئيس نادي كان يريد أن يلعب في الأهلي قندوسي نفسه كان يريد أن يلعب في الأهلي أعتقد أنه كان مبسوط جدا أعتقد أن الجميع شاهد حتى الصور التي كانت موجودة خلال مونديال أندية حينما نزل لأرضية الملعب وهو يرتدي قميس أو شعار نادي الأهلي صراحة أنا كنت سعيد جدا لأنه لاعب جزائري يرتدي شعار لأكبر نادي في إفريقيا وهذا إضافة كبيرة ليس فقط للأهلي بل إضافة للكرة الجزائرية الأهلي علاقته بالأندية الجزائرية طيبة جدا منذ سنوات أنا أتابع هذا الفريق سواء لما يلعب في دول الأبطال مع الفرق الجزائرية ولما اللاعبي الأهلي لما يلتحقوا بالمنتخب مصر عندما يزورون الجزائر علاقتهم جيدة لا ننسى أنه أكثر لاعب يحبه الشعب الجزائري في مصر هو محمد أبو تريك أحد أساطير نادي الأهلي لهذا أنا أظن أنه العلاقة الجيدة التي ظهرت من خلال اتفاق التوأمة بين نادي وفاق ستيف ونادي الأهلي وكذلك سماح إدارة نادي الأهلي بالإبقاء منتخب جزائر على القندوسي خلال كأس منفريقي المحليين أنا لا أستغرب منها لأن العلاقة جيدة جدا بين لعبي الأهلي وإدارة نادي الأهلي مع الفرق الجزائري والكورة الجزائرية عامة طيب آخر سؤالين معاك وعن نتكلم فيهم بسرعة شان وقتنا ملف دور السوبر الإفريقي هل عدم وجود فريق جزائري بيسبب بعض الحرج أو الزعل للإعلام الجزائري أن عدم وجود فريق جزائري في دور السوبر أو أنه في أمل في المرحلة الأخيرة ممكن يكون فيه فريق جزائري ضمن التمانية القبار في النسخة الأولى والله للأسف أنا عندما أشاهد خاصة تغريداتك أخي محمد بخصوص عدم وجود أي فريق جزائري خلال النسخة الأولى من البطولة غريبة جدا الجزائر غير موجودة والتنزانية موجودة بفريق حوريا كوناكري يعني صراحة أنا أستغرب جدا حتى الإعلام الجزائري لحد الآن لم يتحدث عن هذا الموضوع ولم يطرح ناء السؤال حتى على إمفانتينو أو مدسيب حينما كان موجودا في الجزائر لأن الموضوع صراحة غريب جدا عدم وجود فريق شبابة القبائل أو وفاق السطيف أو حتى شباب الوزداد في النسخة الأولى كنت تنتظر أنه يكون عندنا فريق واحد على الأقل خلال النسخة الأولى كيف يتم تهميش الفرق الجزائري خلال النسخة الأولى من هذه البطولة ممكن البعض يتحدث أنه الأندية الجزائرية لم تصل إلى الاحترافية التي تتواجد في الفرق بعد فرق شمال الفريق حامية الأهلي لكن الجزائر في فرق بإمكانها أن تلعب في البطولة وأن تكون موجودة عكس الفرق الموجودة حاليا التي تم الإعلان لم يعلن عليها أو تلك المتدأ تداول حد الآن في كواليس إقامة النسخة الأولى من السوبر الإفريقي لهذا غريب جدا أن تتم استبعاد الفرق الجزائرية ولو أنه ليس خبر رسميا لكن دائرة الأندية تشارك حد الآن هي معروفة ثمانية فرق غالبا لن تكون جزائر حاضرا خلال أي فريق في هذه النسخة لهذا أنا أتمنى أن يكون الاتحاد الجزائري أو يتحرك الاتحاد الجزائري بخصوصها من موضوع أن يدافع عن حقوق الأندية وحق النادي الذي المفروض أنه يشارك في هذه النسخة أكيد الإعلامي الجزائري وحيد بوسيوف والصحفي والناقض الرياضي في جريد الوطن القطرية أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة قيمة تكلمنا في ملفات كتير جدا وأكيد الفترة القادمة مع فتح ملف ترشيح الدول المستضيفة لكاس أمم إفريقيا 2025 كمان هنتكلم معه ومع كل الأشقاء في الوطن العربي عن الحصوص في الفترة اللي جاية